جلسة هي الأولى من نوعها منذ تكلف حكومة بشغى الموازية من قبل مجلس النواب وبالرغم من أن هذه الحكومة لا تحظى بالشرعية الدولية إلا أنه من المنتظر أن تناقش ملفات مهمة حسب مراقبين من المرجح تكون الجلسة من بندين يعني بند قانون الميزانية وبند جدول المرتبات أعتقد أن هذا البندين وممكن أن يكون في بند ثالث مناقشة مخرجات اللقاء الذي حدث في مصر ما بين اللجنتين مجلس الدولة ومجلس النواب خطوة قد تربك المشهد الليبي في ظل غياب توفق بين الفرقاء السياسيين وتعامل بعثة الأمم المتحدة مع حكومتين في آن واحد الأولى شرعية والثانية تفتقد لها ولا تحظى حتى بالإجماع من قبل الليبيين أنفسهم كونها لم تنتخب من قبل الشعب رأي البعثة معروف لدينا لدى الليبيين أنه دائما يربك المشهد فقط رأي البعثة على قل في جلسة البرلمان الآن هي تقول أن لا تحظى بشرعية دولية يعني الشرعية الدولية يفترض أنها تحترم اتفاق الليبيين اتفاق الليبي الليبي الذي حدث في فبراير اجتماع ما بين مجلس الدولة والنواب غياب الإجماع الداخلي والخارجي على حكومة باشغة الموازية ونية الأخير في ممارسة مهامه في مدينة سيرت بعد فشله في دخول طرابلس وحشد الدعمي الإقليمي له نقاط قد تؤدي إلى فشل الجلسة التي دعا إليها مجلس النوام بالرغم من الملفات التي قد تحملها فيما تكون الأنظار متجهة نحو رد حكومة الوحدة الوطنية على هذه الخطوة